شيع بعد ظهر اليوم بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء جثمان المفكر المغرب الكبير محمد عبد الجبري الذي انتقل إلى عفو الله أمس عن سن تناهز 75 عاما هذه المراسيم حضرها إلى جانب أفراد عائلة الراحل السيد محمد معتصم مستشار صاحب الجلالة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق وعدد من أعضاء الحكومة ومسؤول أحزاب سياسية وشخصيات تنتمي إلى عالم الجامعة والثقافة والإعلام عبدالقادر الزروالي وأحمد الحمري في أجواء يعلوها الأسى والحزن شؤون الجنازة الراحل محمد عبد الجابري حيث وري جثمانه الثارة هنا بمقبرة الشهداء بحضور مستشار صاحب الجلالة السيد محمد المعتصم ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والعديد من الفعاليات الوطنية السياسية والفكرية وتضمنت رسالة التعزية التي بعث بها صاحب الجلالة إلى أسرة الفقيدة حر التعازي وصادق المواسات مع إشادة جلالته بالراحل كأحد كبار المفكرين المغاربة ونموذجا للعصامية والعطاء الفكر المتميز والالتزام السياسي بوحدة وتقدم الوطن وخدمة قضاياه العادلة وسيظل الفقيد العزيز خالدا في السجل الدهابي للفكر المغربي والعربي بما أنجز من أعمال فكرية قيمة ومؤلفات رائدة رصينة عن التقافة المغربية والفكر العربي والإسلامي امتد صيتها إلى كافة ربوعه لما تتميز به من إعمال للمفاهيم والمناهج العصرية في تحليل وتقويم توراته المغربي والحضاري المشرق صاحب الجلالة ذكر في رسالته أيضا بالدور البارز للراحل في الجامعة المغربية على مصوية البحث التنظير الفكري والطربوي والإعلامي على امتداد أزيد من نصف قرن من الزمن أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم لصاحب الجلالة بكامل الشكر والتقدير لهذه الالتفاة الكريمة التي نعتز بها ونعتبرها التفاة للفكر والمفكرين والإبداع بصفة عامة كما أهدنا ذلك في صاحب الجلالة تغمض الله الفقيد محمد عابد الجابري بواسع رحمته وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون الخارجية الفرنسية اعتبرت أن وفاة المفكر والفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري دي السيت والسمعة الطيبتين خسارة كبيرة بالنسبة للمغرب ولعالم الفكر والفلسفة وأضافت أن فرنسا تقدر عاليا هذا المفكر والفيلسوف الكبير الذي لقيت أعماله نجاحا جماهريا داخل فرنسا وخارجها وأن يسابع شهادات أخرى في حق الراحل محمد عبد الجابري الراحل فقيد محمد عبد الجابري هو واحد من الوجوه بارزة والمتميزة في بلادنا بحيث جمع بين التفكير والتقافة وبين النضال وأعتقد أنه قدم للفكر العربي بصفة عامة والإسلامي بطبيعة الحل ما يجب أن يتابع لتحح الوضع والخروج من الأزمال التي يعيشها الفكر العربي بصفة عامة الجابري رمز للفكر العربي المعاصر وهو امتداد لعظمائنا من ابن رجد وابن خلدون والكندي الذين صنعوا لنا تاريخا نعتز به كان واحد من رؤوس أو الرمز اللي لعبوا دور في هذا الميدان دور طلاعي ومن المثقفين اللي لعبتوا ثقافة بالسياسة علم أجيالا كبيرة وكثيرة على أن المثقف الحقيقي الذي يستحق كلمة المثقف هو من نوع الذين قال فيهم جرامشي بأنهم المثقفون العضويون أي المثقف الذي التزم إلى جانب قضايا وطانه وقضايا مستقبل بناء المغرب الجديد لم يبخل بعطائه في الميدان الفكري والثقافي لتزويد كل هذا الشعب المغربي بالأفكار التي توجه نحو المستقبل بالاعتماد على العقل بالاعتماد على الدراسة المعمقة لواقع المجتمع وفا بدون الشك أنه تبقى خالد بكتبه بطراته وكذلك بسلوكه وبإخلاقه وبوطنيته الصادقة بحيث كان يجمعهم بين السياسة وبين التقافة وكان لا يهمه إلى المصلحة العامة للبلاد رحم الله الفقيد وإن لله وإن إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر